مؤامرة خارجية ومخطط مدروس لتخريب الاقتصاد العراقي وأمنه الغذائي هكذا وصف أعضاء في مجلس النواب ما تتعرض له الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية في العراق لجنة الزراعة في البرلمان تشير إلى أن العراق فقد نحو 50% من فلاحيه في السنوات الأخيرة إذ دفعتهم الظروف الصعبة إلى اللجوء لمهن أخرى لكسب رقمة العيش بعدما أغرقت المنتجات المستوردة الأسواق وتخلت الحكومة عن دورها في دعم المنتج المحلي وحماية الفلاحين من هذه الحملة الشرسة التي تستهدف القضاء على التنوع الاقتصادي في البلاد لصالح دول أخرى مثل إيران مسؤولون حكوميون يؤكدون أن الأرقام المتوفرة تتحدث عن هجرة أكثر من ربع مليون فلاح أعمالهم في السنوات الماضية واتجاههم نحو المدن القريبة من قراهم للعمل في مهن أخرى مثل سائق أجرة أو عمال بناء بالأجر اليومي أو باعة متجولين كل ذلك بسبب شحة المياه وارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات فضلا عن رداءة نوعيتها ما أدى إلى كسرة الآفات الزراعية وعدم السيطرة عليها وفوق ذلك كله يدخل المنتج المستورد لينهي حلم المزارعين في تحقيق دخل مادي يعوضهم عن عدة أشهر من الجهد والتعب لينتهي المطاف بأطنان من المحاصيل كعلف للحيوانات وبالطبع لا ينفصل القطاع الزراعي عن قطاع الصناعات الغذائية الذي تضرر بدوره مما يحاكم من مؤامرات ضد الاقتصاد العراقي بل إن نفوق مئات الأطنان من الثروة السمكية السنوية وإشعال النار المتعمد في مساحات واسعة من أراضي محصول الحنطة والشعير يؤكد في رأي محللين أن ثمة آياد خبيثة تعبث بأمن العراق الغذائي بهدف إبقائه سوقاً لمنتجات إيران ودول أخرى برعاية مباشرة من أحزاب السلطة التي تتحكم في العراق وتنهب خيراته لصالح مخططات وأجندات مشبوهة ترجمة نانسي قنقر